دعاء اليوم من صورة الشعراء يقول الله جل وعلا على لسان سيدنا الخليل إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعل لي لسان صدق في الآخرين وجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم هذه الدعوات الكريمات البينات وردت ضمن صورة الشعراء وهي صورة مكية من الصور التي ابتدأت بالأحرف المقطعة طاسيم ميم سيدنا إبراهيم بيدعو هذه الدعوات واجعل لي لسان صدق في الآخرين يعني إيه؟ يعني أسألك يا ربي أن تكتب لي الذكر الحسن والثناء الجميل إلى قيام الساعة عايزي بقال ذكر حسن والثناء جميل اجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ادخلني الجنة بفضلك ومنك واغفر لأبي إنه كان من الضالين على خلاف بين المفسرين هل أبوه اللي هو يعني أبوه من الصلب ولا عمه اللي هو رباه على إن بعض المفسرين قالوا إذ قال إبراهيم ولأبيه آذر آذر ده عم إبراهيم مش أبوه الايه؟ مش أبوه الصلب واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يعني إيه؟ يعني ولا تفضحني يوم الموقف العظيم تفضحنيش في يوم البعث يا رب ولا تخزني يوم يبعثون وبعدين سيدنا إبراهيم بيطلب من ربنا سبحانه وتعالى ويقول له يا رب لا تفضحني أمام خلقك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أطى الله بقلب سليم يوم الموقف العظيم فيش حده ينفع لا مال ولا بنون ولا أولاد ولا دنيا ولا منصب ولا أي شيء الكل فقير إلى رحمة الله رب العالمين فدي دعوات مباركة ندعو بها جميعا ادعى ربنا وانتساجد أولى اللهم اجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم نفح في الدعاء من سيدنا إبراهيم احرصوا عليها وواضبوا عليها وقلت لحضراتكم في أول حلقة إن القرآن الكريم مليء بالدعوات المباركات والدعاء عبادة إنه من لم يسأل الله يغضب عليه نسأل الله أن يستجيب الدعاء منا ومنكم اللهم أمين